روح للبعد على طول. اخر كرة في المباراة. واصعب واحدة في وجهة نظر. اللي بعد. اه دي نفس اه دي الاعادة بتاعي. بص 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 كريم. هنا بص بص ركز تاني ركز تاني ركز تاني. الاستريتش بتاع الرجل والايد والنزول لما كان الكرة على الارض بيخليه يعمل الاستريتش وينزل على الارض في وقت قصير جدا هو مش شايف الكرة من رجل المدافع. فهنا بتتكلم على سرعة الرفليكس قبل ما يكون التصدي بتاع الكرة انه شكله حلو. انه هو عنده ريفليكس ممتاز. بص بص التركيز الكريم هو بصص ومتوقع. فعمل الرفليكس بيده على الارض وهي اصعب بكتير وبالمناسبة. هو اخطأ في واحدة شباهها في مباراة البنك الاهلي. لكن دي هو قريها بدري. فهنا هنا بكلمك على جول بيتطور. مش بس انه هو قادر ان يكون نجم الاهلي في معصم المباراة اللي فاتت. يلا اللي بعد. هجيب لك لقطتين واحدة ريفليكس واحدة انفراد طبعا اه مصطفى خد رجل المباراة. هجيب لك لقطتين بعد دي على طول لقطتين اللي اللي بعديهم. لقطتين واحدة في مباراة الاسماعيلي. طب. طب. النادي الاهلي للكابتن احمد آآ شوبير. كرة طبعا هنا بص بص الرجل واقف واقف ارجع ارجع. هنا الكرة بتلاقي بالعرض. وقفت خبطت فضائر المدافع ونزلت لمهاجم الاسماعيلي. جوه الست يار ده هو الراجل اللي عمل الرفليكس بص. هتلاقي رجلية تتزحلق. بص هو رجع رجلية تزحلق خلاص. بص هنا الرفليكس بالايد العكسية. صعب جدا جدا جدا. فانا بكلمك هنا على ريفليكس مع اختلاف الفارق والبروجرام البدني والبروجرام التقني اللي بتحط في التسعينات او بتحط دلوقتي. القرى اللي بعدها انفراد في المباراة الشهيرة. مباراة مصر والجزائر والتقاهل لكأس العالم. وفرصة في اللحظات الاخيرة. ومصطفى بقى على طريق كابتن شبير طبعا من الاعتذر على على الصورة طبعا مباراة قديمة جدا. فبص بص بص يا كريم. بص الانفراد. داني كملها بقى من غير مطافة. اه كمل كمل من غير مطافة يا ايش لو كملتها باكسل. بس واقف هنا. بص 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 يا كريم. نفس الخروج. الخروج بالرجل مع انه قافل بسدره بايده لتنين. فهذا الشبل من دا كالاسد. مش كلام. برضو كابتن احمد شبيرك الحريس عظيم او برضا. طبعا. طبعا. انا حضرت مباراة عرفية. طبعا. 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 كابتن احمد شبيرك في الملعب. وبالمناسبة حضرت مباراة اعتزاله كمان ساعة سبعة وتساين يعني بالمناسبة.